موسيقى أعزائي المشاهدين رجعنا بإكر فكرة معنا لليوم وهي الفكرة الدينية وبيسعدنا أن استقبل الأبونا عنطوان دويه اللي جاي من محل بعيد بس حتى يكون معنا اليوم ويشاركنا بكلمة الرب أهلا وسهلا فيك أبونا نيعطيكم الهايفي ننور عنا اليوم ونحنا كتير مبسوطين بوجود ونحنا كمان أبونا شو حضرنا اليوم موضوع كنا عم نحكي شي عن الهيكل وبشارة زكريا نحنا كنا متل ما كنا عم نحكي قبل تحت الهواء أنه لنا شهر عم نحاول نعمل نكون مع بعضنا بس جمعة الماضي كنا انتفقنا وبمناسبة أسبوع تجديد الكنيسة تجديد البيعة وكان هو عيد تجديد الهيكل أسيسا أنه رح نحكي عن الهيكل طالما نحنا بعدنا بها الجو بهالجو لأنه بشارة زكريا تمت بشارة زكريا بهيكل أورشالين لهالسبب بعدنا من ضمن الجو طالما موضوع كان ديجا حضرته لا أكيد إذا تأجل الجماعة مش مشكلة بالعكس نحنا منتنور منك خبرنا شوية أكتر عن هيدا الموضوع عبونا وكيف فينا نفيد المشاهد حتى يعرف شو صار تاريخيا بهالهيكل والبشارة نحنا بالنسبة لإلنا لما تكونت كجماعة شعب الله المختار لما تكون بدوا المكان للعبادة نعم بيقوم بيختار ديوود مكان اللي سكنوا أورشالين نعم لما صاروا بيقوم 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 di ويريشالين صار استقروا معدوا رحل رحل بدوا رحل اختاروا الأول ملك اللي هو شيوول مع شيوول كان ملتهى بأمور كتير مع أنه ربنا اختاره رجع رذلو رافضوا واختار لما شايف أنه شيوول مش ميشه بحسب إرادته بحسب فكره بحسب أمنياته اللي كان بده أنه يحققه بشعبه فاختار داود من كان عمره سبع سنين كان عم يرعى غرام يخبرونا هالقصة أنه بيروح بيمسحه النبي بيمسحه ملك على شعبه شعب الله المختار اللي هو النبي داود اللي هو المعروف أنه من صلال طول سيدي سوى المسيح هو نبي بسمونه بله لأنه عنده مزامير داود أو نصبت إليه مزامير داود لهالسبب هو نبي إنما هو أساسا هو ملك يعني اختاره ربنا تيكون ملك وكان أحبه أكتر من غيره من الملوك واختاره يجي من صلبه المخلص ووعده أنه من صلبك رح يجي المخلص بأول عهده كان ماشي كتير تمام وقت ما بلش يخبص متل باقية الملوك يعني معظم الملوك بس يصير السلطة معهم بيصير بيصير حاله أقوى من سلطة سلوية نعم صح لها السبب منشوف أنه داود غلط أكتر من مرة يعني حب مرة شايفة طلع على شرفة أصره بيشوف مرة عم تتحمام تعجبه بيصير بده هي وبعدين بيقتله جوزة وريا الحصة تيتجوزة ومنه بتشابع أو إلي صبيت إجا ابنه سليمين يلي سلموا الملك لأنه أحب هذه المرأة على بقية نسائه نعم نعم فاختار ابنه سليمين أنه يستلم الحكم من بعده بوقت أنه أخوته كلهم سوا قعدوا يتقبروا بعضهم وكثير ميتوا عنده عنده أولاد كتير داود يعني عنده كذا مرة ومن كذا مرة عنده كذا ولد بقى على هالأساس قبل ما هو يموت بيختار ابنه سليمين يكون هو الملك من بعده وبركبوا على ديب تابعه وبرموا بقلب الأورشالين وأعلنوا أنه هو الملك اللي بده يجي من بعده بوقت أنه كان أولاده عم يتناحروا مع بعضهم مين بيقتل التانيتا بركي هو بيستولي على يورت بيو يورت بيو يستولي على الملك فبقرر داود أن يختار سليمين ابن هو الملك من بعده واختار طالما استقر بي مدينة أورشالين اختارها مدينة لأله مدينة داود حتى صارت تدعى مدينة داود لأنه اختارها هي مثل عاصمة مملكته فأراد أن يبني هاي كلام صلنا على الموضوع اللي بدنا نحكي عنه واللي هو أنه أراد يبني بيت للرب فبيكون جواب الرب لإله مش أنت اللي بتبنيه للبيت أنت إيديك ملطخين بالدماء أنت مقتل ناس كتير عامل حروب كتير ما بيحقلك أنت تبني لي بيتي اللي بده يجي من بعدك من صلبك هو اللي رح يبني لي هيكل لألي تأسكن فيه ونحن بنعرف أنه تيبوت العهد كان سرق قبل وقعد يبرو من مكان لماكان وقع بين إيدان الفلسطينيين ومع الفلسطينيين لما صار معهم تيبوت العهد هون صار فيه ربنا قعد يعمل أمور كتير يخربط لهم حياتهم للفلسطينيين تا يرجع تيبوت العهد لشعبه لشعب الله فوصل بالنهية قالوا يا عمي تعوى خدوا هل هل تيبوت العهد يا مننا مشاكل لأنه عم بيكون سبب موت لألنا فأزبط إنكم ترجعوا تستردو أخونا أبونا هو تيبوت العهد الموجود بهيكل سليمين هو الهيكل هيدا يلي عليه مسجد الأقصى يلي عم يشفي نزاع عليه هلأ بفلسطين صح نعم هلأني حاليا معيت فيه من الهيكل ورشاليم إلا حقت المبكة بعده لغاية اليوم بس بقية الهيكل دمر سنة السبعين مسيحيا رح نوصل إنما خلينا ننطلق من بيقوم داود تيفوت هايك تيبوت العهد إلى أورشاليم بيرقص قدامه وبيعمل احتفال كتير كبير قدامه بيحطوا بخيمة تيبوت العهد هالخيمية الي كانوا يصلوا قدامها لا لأنه ما كان فيه بعد هيكل هو عم يرقص قدامه قدام تيبوت العهد بتشوفه مرته لهي يبنته لشيول الملك الأسب السابق وبتدحك عليه تقول له مبسوط بحيلك مزلط وقعدة عم ترقص قدام تيبوت العهد قال له هيدا إليه ومستعد أعمل بالدوية فهو بعض الأمور يعني يلي هني كانوا استعداد لبناء بيت الله بيموت داود بيجي ابنه سليمان وهوني أول فكرة كانت بالنسبة لإله لما ربنا بيقل له شو بدك بدك ميل بدك سلطة بدك انتصار على العلاق قال له أنا أنا بعدني صغير وعطيني شعب كتير كبير ما بعض إلى أي مدى كان كبير بس الفكرة أنه طلب الحكمة قال له لأنك طلبت الحكمة وهوني فيه مثلا بعض الكتب الحكمية نصبت إلى سليمان من بيناتهم السفر الأمثال مثلا السفر الجامعة يلي بيقولوا أنه سليمان دونه مع أنه هنه أشخاص أكيد من حشيته هنه اللي كتابوه ولكن بيقولوا هو اللي كتابوه نعم بوقت أنه كمان كمان يعني حتى من بعد 200-300 سنة طيعته إيمي لهالكتب الحكمية كانت تنسب إلى سليمان لأنه كان ملكا أوكي وكان عنده دور بارز بتاريخ شعب الله المختار أوكي فسليمان لما إجع على الحكم أول ما فكر فيه لما أعطى ربنا الحكمة أن يبني بيتا لله هذا أول بيت بتاريخ العالم أنه عم نبني بيت لا الله كانوا اليهود بعد ما عملوا ما كان عندهم بيوت للرا فيه فيه معابد صغيرة أوكي مش هيكل كبير كان فيه أكتر من هيكل فيه هو للشعب اليهودي إنما البناء الأساسي يعني دايما نحنا منقول الفاتيكون يعني دايما فيه المرجع الأساسي فيه عدة كنيسة نحسب بس فيه كنيسة كاتدرال المطرح ما يسكن الأسقف ويكون الكنيسة كنيسته يعني دايما حيث الملك هناك الهيكل لسبب كان أهمية هيكل أورشليم أنه الملك هو الذي بناه مش كهنة أو جميع من اليهود بنيوا هالمعبد وصاروا يصلوا فيه الملك سليمين هو بحد ذاته أخذ القرار ببناء هيكل بيئة أورشليم بيت لأله سميه الهيكل فهالهيكل بني حواله سنة الألف قبل المسيح نعم نحنا لأنه ماشي بالعكس يعني خلينا نمشي بالتدرج لكن حواله ألف وخمسين ألف ومئة عيام ديوود أراد أن يبني الهيكل رفض ربنا لأنه يدين ديوود ملطختين بالدماء قال له اللي بدو يجي من بعدك هو يبني بيتا لي نعم إجا سليمين بنى هذا البيت وسمى هيكل أورشليم وينسب إلى سليمين لأنه سليمين هو اللي بناه هيكل سليمين نعم ونحنا بنعرف كتير منيح أنه استقدم إن كان المهندسين إن كان الخشب إن كان العمال معظم العمال استقدمهم من لبنان والله وكت عارفة أي يعني خشب الأرز أخذت خشب الأرز وكانوا ينزلوا هلأني بالبواخر كانوا ينزلوا صح بالأنهار مش ضروري خشب الأرز ممكن يكون خشب تنورين أو لأنه كان يقال أنه الأرز كان موصول ببعضه من البروك من البروك وصولا إلى أرز الرب ببشره كان موصول ببعضه أرز الرب الأرز صار على مر التاريخ عكتن ما كانوا يقطعوا الشجر صار صار مقصم وكانوا ينزلوا بالأنهر يلي كانت تبقى جارية نعم ومنه من البحر البحر الأبيض المتوسط يخدوا ببواخر على فلسطين كانوا فنائية وقتها أبونا لأنه مثل التاليس سنة كان بعض الحضارة الفنائية ووجودة بطبيعة الحال بطبيعة الحال نحن منذكر إليا حوالة سنة الستمئة قبل المسيح لما اجعلها فنائية عند المرأة الكنعينية كنعينية أو فنائية هي زيتا نعم بالنسبة لإلنا لا يكنعين ارتباطا بشعب الله المختار لأنه هو من شعب الله المختار له السبب يدعون كنعينيين كمان لهن من شعب الله المختار صحيح بس فعليا كنعينيين أو الفنائيين هم شعب واحد عبدوا آلهة متعددة خاصة بعض لأنه ما ما كملوا حياتهم مع شعب الله المختار نفصلوا عنه صار في حروب أو شيء؟ أكيد في حروب دائما في حروب دائما في حروب وفي اتفائيات بين بعضهم إنما لأنه شعب الله المختار كان مفروض على ما يغطلت كثيرا مع الشعوب الوسانية صاروا كانوا ينزويوا بحيلهم ونفصلوا عن بقية الشعوب لأنه كل الشعوب خارج شعب الله المختار كانوا وسانيا طيب ليه ما جربوا مثلا يعلمون عن الله ولا ما كان فيه هني كانوا المشكلة عند الشعب الله المختار إنه فكروا إنه ربنا اختارهم ما حدا غيرهم لازم يكون أي فاستأثروا بأله حتى يعني هيدا الله لألنا بدل ما هني يكونوا لأله صار الله لأله بوقت أنه هني الله اختارهم تيدعوا الآخرين إلى الإيمان بالإله الواحد إلى الإيمان بالإله الواحد نعم الله يا إسرائيل الرب إلهك هو إله واحد هذا الإيمان وهي الإيمان لازم يكون منتشر للعالم بس أنه نغلقوا على زيتهم واستأثروا حتى بأله لألهم أنه هذا إلهنا منه إله بقية الشعوب هني عندهم آلهة بوقت أنه الله أكتر من مرة بيقلهم شو مصر منى بنتي شو الشعوب الوسانية مش أنا خلقتهم مش هاو دي ولادي بس شعب الله المختار كان يعتبر حالو أنه هو الزبدي اللي ربنا اختارها بوقت اختارها لتدعو الآخرين إلى الإيمان بالإله الواحد وترك عبادة الأوسان نعم قلينا نرجع لموضوعنا نعم فإذا الهيكل بنيه سليمان وبخرايط متعددة يعني كانت معروفة بحسب إذا منرجع للكتاب المؤدس بيقل له ربنا لسليمان سليمان كيف يبني الهيكل بالطول والعرض وإلى ما هنالك والعلوة كله مدروس بطريقة هندسية من شان هاكي يعني اليوم قدرين يرجعوا يحققوا هيكل الأورشاليين أو يرسموا له صورة لرسمينا أساسا استنادا إلى ما جاء في الكتاب المؤدس يعني بيهال بدك تعمل تنحسو 30 متر طول 30 متر عرض 30 متر علو هو درسهم يعني حاططهم وكأنه مهندس هو رسم هالخريطة يلي أو هالمكات عن هيكل أورشاليين إنما هو ربنا دي أعطى سليمان كيف دي يكون هالهيكل فإذا دراسة هالهيكل موجودة في الكتاب المؤدس واليوم إذا بدون يرجعوا يعيدوا بمكانه الأساسي بيقدروا يعدوا إنما فيه بتعرف السياسي يعني ما بين أخوتنا المسلمين ما بين أخوتنا اليهود ما بين أخوتنا المسيحيين يعني كل هالطوايف الموجودة اليوم بقلب القدس بيمنع إعادة بناء الهيكل وعم تتخلع على نقطة وحدة والخناء على نقطة وحدة نعم هلأني بهالفترة بنية هيكل أورشالي نعم سنة الألف قبل المسيح قطع 300 400 سنة أقل شوية 300 سنة ونقعة يعني سنة الستمية أو خمسة وثمانين ستة وثمانين في فاتو قبل على أورشاليين دي دمروا ما دمروا الشعوب البلاد ما بين النهرين اجوا على أورشاليين ما دمروا بسبب اتفاق صارت بينتهم إنما الملك اليهودي بأسنائها كب الراس فاتطرت طر نبو خزنصر عفوان بلا طلع نبو خزنصر يفوت على هيكل أورشاليين على أورشاليين سنة ستمية وخمسة وثمانين ستة وثمانين وبي دمر هيكل أورشاليين وبي دمر المدينة هو كان غير مؤمن يعني كان شخص وصني كان من بلاد ما بين النهرين اجى على أورشاليين دمر أورشاليين بما فيها هيكل أورشاليين وأخذ زبدة الأشخاص يعني كل العقول الموجودة من مهندسين من كتاب من مفكرين بيحملهم كلهم سوا بيخدهم معهم وتابوت العهد ما صار فيه هلا رح نشوف شو صار فيه فإذا أخذ خمسمية وستة وثمانين خمسمية وستة وثمانين خمسمية فبيحمل تابوت بيحمل هالشعوب هال المفكرين بي أورشاليين بيخدهم على المدينة فاللي منسميه نحنا السبي إلى بابل نعم لأن البابليين هني إجوا لهون أحسن شي إنه ياخد المفكرين يحاول يشغلهم عنده بقلب بابل يعمر بابل أكتر وأكتر مش بس شعب الله المختار إنما غزى كتير بلدين وكان دايما ياخد المفكرين إلى بابل بعد حوالة خمسين سنة خمسمية وثمانة وثلاثين فمع كوروش اللي هو الملك على بابل كان صار الملك هو على بابل بقلهم لكل الشعوب فيهم يرجعوا على بلادهم أنه اكتفيت أنا بنيت بابل وعندي إكسي عندي فائب من الأشخاص موجودين ببابل خليون يرجعوا على بلادهم وخاصة هلأ إني بلادهم هي بلاد فقيرة بلاد محروقة بلاد ما فيه شيء خليون يرجعوا يعمروا بلادهم بما فيهم شعب الله المختار هالمفكرين هالمهندسين كان تركين الفلحين والشعب الكادح إذا بدك هالشعب منه متعلم ومنه ما عنده مهنة نعم متواضع أي يعني كان يشطل بالأرض عنده شوية حيوانات ينزل على يتصياد سمك هالأشخاص البسطة تركون هونيكي مش قادرين هني يعمروا بعد خمسين سنة تقريبا لكن رجعوا على أرض المعيد بلقوا الهيكل مدمر والمدينة مدمرة بلشوا كل واحد يرجع يبني بيوت صغيرة وفكروا من منذ رجوعهم أنه يرجعوا يبنوا هيكل أورشاني سنة الخمسمية وثمينة وثلاثين لما رجعوا إلى أورشالين بلشوا إعادة بناء هيكل أورشالين بس طلع زهيد طرع ما طلع مثل العظم اللي عملها قبل سليمين صح يعني عمل بيت صغير لربنا بهالوقت نحنا هوني بيكون اختفى تيبوت العهد أوك وبعدنا لغاية اليوم ما حدا بيعرف أين هو تيبوت العهد هو شو بيمثل تيبوت العهد؟ يمثل حضور الله هو من شو معمول؟ هو معمول من خشب وعلى كروبين ملكين تيحموه بقلبه في ثلاث اشياء لوحي الوصايا يلي ربنا أعطاهم لموسى أه في عصى هارون التي أفرخت واللي من خلاله من خلال هالعصى اختار الله سلالة لاوي أو سلالة هارون سلالة كهنوتية لأنه مش متلنا أنا بي منو خوري أنا صرت خوري في البعض منهم بيكونوا خوارني وولادهم بيطلعوا خوارني بس عندو خمس ولاد بيطلعوا ولد خوري بالنسبة لهم سلالة لاوية سلالة هارون سلالة كهنوتية أنا خوري ابني خوري عندي خمس ولاد خمس أخوارني كلهم أخوارني فإذا هالسلالة نحنا أصباط إسرائيل 12 في صبت لاوي هو صبت كهنوتة كلهم كهنة كلهم كهنة كل الرجال هم كهنة ما في يجي كهن من غير سلالة لها السبب هالسلالة الوحيدة هي الكهنوتية وهي اللي بتخدم الهيكل تخدم ببقية المعابد الموجودة على أرض فلسطين فإذا هوني بيجوا بيبنوا هالهيكل بيبقى كتير زهيد كنا عم نحكي عن تابوت العهد فإذا كنا قلنا أنه في لوحي الوصايا في عصا هارون التي أفرخت اللي منا ربنا بيختار 12 عصا بيقلهم العصايا اللي بتفرخ بكون أنا بدي سلالته تكون سلالة كهنوتية وثالث شغلة اللي هي المن المن والسلوى لما كان ربنا يبعث المن من السماء طوال فترة وجود شعب الله المختار بصحراء صحراء سيناء المن هو نوع من الطيور كان كان تبقى عيبرة كان تجي وتغط يجوا يلقتوا ويكلوا نعم وكان يقلهم ما تتركوا منا لليوم التالي إنه لأن بتعفن إلا يوم الجمعة لا لأنه السبت يوم مقدس ما في شغل فيه كانت تبقى إذا فضلت للأحد الأحد تعفن السبت ما كان تبقى مني حالا فإذا ثلاث أشياء والمنية اللي موجود كان بيتابوت العهد كان أنتاكت يعني ما كانني يعفن أكيد فرمز لحضور الله لأنه ربنا اختار الكهنوت اختار الوصية يعني لتأسيس حيالة جماعة دينية بدي يكون في عندها إنون معين كجامعة دينية بدي يكون فيها كاهن يقوم بالأمور الليتورجية الصلوات وأكيد بدي يكون فيه الغزاء لها السبب هالأشياء الثلاثة موجودين كانوا بيتابوت العهد بسنة الخمسمية وخمسة وتميني ستة وتمينين اختفت ابوت العهد ممكن يكون احترق من ضمن الحروب اللي صارت لا ما هو لما فات نبوخ الزناصر على مدينة أورشاليم حرق المدينة بما فيها هيكل أورشاليم نعم لسا معين من الخشب أكيد يمكن يكون لأنه خاصة أنه هيكل أورشاليم كان كله مبني من الخشب فاحترق الهيكل واحترق بما فيها يعني كل شي فيه احترق بما فيه تابوت العهد عظيم فإذا سنة الخمسمية وثمينة وثلاثين ضلوا حوالي عشرين سنة يعمروا يرجعوا إعادة بناء هيكل أورشاليم طلع كتير زهيد طلع غرفة كتير حقيرة برضو قالوا أنه هوني لأنه بالموقع اللي كان في هيكل أورشاليم رجعوا بنوا على هيكل أورشاليم هوني ضلوا يرجعوا يصلوا بها الهيكل لسنة المية وثنين 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 قبل المسيح كمان بيفوت شعوب على أورشاليم وبيحولوا المعبد لعبادة آلهة متعددة جيبوا أصنامهم حطوهم بقلبها الهيكل وصاروا يعبدوا صاروا يعبدوا الصنام نعم سنتين مية وثنين 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 قبل المسيح بيجي يوحنى المكابي كين كيهن من سلالة لاوي لاوي كين رئيس كهني بيجي وبيقول بيرجعوا بيستردوا المدينة بيستردوا الهيكل بيجي بيشيل المدبح وبيبني مبدأ مدبح جديد وبيكرسوا مجددا لعبادة آله نعم وهون من وقته سنة المية وثنين 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 قبل المسيح صاروا يحتفلوا مجددا بتجديد الهيكل أوكي وإذا بتلاحظي بالكراءة اللي رينيها بأسبوع تجديد البيعة ريني كان يسوع يتمشى في رواق سليمان في عيد تجديد الهيكل نعم فإذا هالعيد نان جاية من أيام يوحنى المكابي يلي رجع استرد هالهيكل وشيل عنه الصنم غير المدبح تبعه ورجع لعبادة الله صح أبونا عن جد نحنا يمكن وقتنا بيقطع بسرعة ما باش عندك وقت تلك بدي أكتر من الصيعة باري إذا عندك شي بعد بدك تقوله أكيد بروري بس لأن نحنا اللي بدنا نصله فعليا هو بدنا أربعة دعين فتح لا لازم يكون أكتر برضو نحنا بدنا نصل للزبدة نحنا العشرين قبل المسيح إجا هيراودوس الكبير نعم بيولة هيراودوس الصغير اللي بده يرجع يجمل هيكل أورشالي وهوني ضل ستة وأربعين سنين يعني من عشرين قبل المسيح لسنة ستة وعشرين بعد المسيح يشتغل بهيكل أورشالي وعمله هيكل ضخم نعم وقته هوني تم نطول بقى معا عنا كتير وقت هوني يسوع لما بلش رسالته حوالة سنة السبع وعشرين مسيحياً كان الهيكل بعده جديد بعده خلنج بعده طازة لها السبب قاعدوا يفرجوه أبنية الهيكل قال لهم تشايفين هالهيكل لن يبقى منه حجر على حجر ونحنا مش عارف انو هالقد بيخلص الوقت بسرعة معك بقى نحن هوني يسوع لما كان عم يحكي عن الهيكل انقدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاثة أيام كان عم يقصي عن نفسه انو رح يموت بيجرع يقوم بالهيكل يعني كان دون انجيل ماركوس أول انجيل من الانجيل الأربعة دمر هيكل أورشاليين لما بيفوتوا الرومنيين بيدمروا الهيكل لأنه كان في انتفاضة ضد الدولة الرومينية اللي كانت هي المسيطرة الامبراطورية الرومينية فبيقوموا بيدمروا لهم هيكل وبعضهم دمر من وقته وقال لهم انو ما رح يبقى منه حجر على حجر انما ليه فضل منه حائط يدعى لغاية اليوم حائط المبكة بيروحوا اليهود عند هذا الحائط بيبكوا بيبكوا على الهيكل بيبكوا وكأن الله تركهم ومعيد رجع يسكن بيناتهم لانو معيد فيه هيكل فيقعد فيه فهالهيكل دمر ولم يبقى منه إلا حائط دعية لغاية اليوم حائط المبكة ولما إجا قديسة البابا يعني كلهم منشوفهم يفرجون أيين كيف واقف عند حائط المبكة خاصة يوحنا بولستيني القديس كيف واقف عند هالحائط عم بيصلي على نية كل هالشعوب يلي أطعوا بتاريخ شعب الله وكانوا عم بيصدوا بقلب هالهيكل اللي هو رمز لحضور الله يسلامت أمك أبونا مرسي كتير على وقتك السمين اللي عم تعطينا إيه نحنا إن شاء الله بمقابلتنا الجاية رح تعطيك ساعة لأنه الحديث معك وبين شبع خليلي يكونوا ربنا يقويكم ويعطيكم العفاء مرسي كتير أبونا أعزي المشاهدين نحنا حلقتنا خلصت لليوم موعدنا بتجدد جمعة الجاية بنفس الوقت سلام المسيح اشتركوا في القناة